اللهم اسقي قبر أمي من سحائب رحمتك وعفوك ومغفرتك ورضاك واجعلها في نعيم إلى يوم البحث يا أرحم الراحمين اللهم آمين اللهم آمين يا رب العالمين سلام عليكم وشراكم إن شاء الله ستكونوا كاملوا بخير وعلى خير ولا فيديو سانة طانعا اليوم تلقاكم كامل حبوبات بصحة جيدة في أحسن الأحوال فرحانات وطمئنات مرحبا بكم حبوبات فيديو جديد وروتين جديد وقبل ما نبدأها نحب نصلي وكامل على الحبيب المصطفى عليه أفضل وصلاة وسلام كما نحبكم ترحموا لهم يمتي ربي يرحمها إن شاء الله ويغفر لها ويجعل قبرها روضا من رياض الجنة آمين يا رب العالمين دونك حبيباتي لروتين تنهى تنهى اليوم ورح نشوف فيها روتيني اليومين يعني تنهى الخميس وجمعة وش كنت درت فيهم وين روحت كما كنت تشوفوا سبقت لهم بالغداء دونكولة ديقرة وغير نصنها درت الغداء يالبنات دي ساندويج درت هذا كأتجاج بلاسوس بلانش قليت لهم باطاتا درت هم كاس كروتات هزينا هم وجيت كابتي طفيت الغاز كما كنت تشوفوا قفلت العين من بره بش ما نزيدش نتكلح كما تكلحت الخطرة لي فاتت وحكمت الطريقية البنات راح حنفوت ويكند في دارنا راح نطلع لبابا وخاوتي وانا امام تنشوف خويا ومرت خويا دونك خويا جامل صحرا هو ومرت وولادو دونك راح نطلع ليهم وكش ما ندير البابا وارروح كما كنت تشوفوا حبيباتي درت لما هكا غالي ساندويج وزاما معولا نتغدا في الدار ميفين ألمان الزوج انتهاي كان طول في الخدمة وجاني هذي كان جويه الساعتين ونصد كاميرا حالية الحال درت لمغالي ساندويج كليناها في الطنوبيل وحكمنا على الطريق هنا صورتكم هكا مقططفات من الطريق تنحيو بها على خاطركم وشوفوا يا لبنات يعني بكريك كنت روح لدارنا الروح فرحانا كي ما يقولي زوجين تاهي يطروحي وعيني كي يضحكوا وحدكم ميدورك يا لبنات تصدقوني من اللي نركب الطنوبيل 270 كيلومتر ودمعتي على خدي نتفكر مميمتي نتفكر هادرتها متفكر وش كان تديلي كيف ما هتستقبني تجيني كبيرة يا لبنات هذي لدو زيان فوالي روح فيها لدارنا وممتي ما كانش تجيني كبيرة تطلعها انت على البلوك انجي طلعها تقولي يعني احساس الله ليحسس واحد فيه وكما يقولون ناس بكري ما يحس بالجمراء غير اللي عفسي لها يعني ما يحس بك غير هدك اللي فقد ممتو ولا فقد والديه ولا فقد إنسان عزيز عليها ذاك ليحس بك صح صح من ناس الاخرين يشوفوك تضحك يشوفوك عايش حياتك طبيعية يقول كي راه وجاوز الوضع وراه ونسى كلش اللي في القلب في القلب وحد ما يعلم به احنا حذي باتي كنت وصلت البيتنا ستقوني اشتو هنا كي تخلت البيتنا دقت انت يا قلبي تمشي بسيد حتى لو وصلت للدار نتفكر هذو كاللحظات كيف ما هكي نوصل لدارنا تستقبلني ميمتي يا ربي رحمها دونك جوست ما وصلت يا البنات لقيت بابا عن باك ممكن شوف بابا قلبي يفسخ يا البنات بس كي في غيمو تأثر 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 ياسر بالوافد تعميمتي كان بزاف اطاشي بها كي يحبها يموت عليها دونك كي راح ترهو كي المهبور كنت شوفوه يعني أنا كي نشوفوه يطيح لي أمص كان بزاف المشاركات ليس قساونين قالوا لي كيف ما راهم دير باباك وخوتك وحدكم وحدهم عفوا دونك شوفوا البناتنا كي منا مزوجة في حنبا يعني بعيدا نقدر نجي غير هكا في الويكند نطلع لي ونروح عندي أخويا يعني حتى هو يخدم كانوا في كتاوها للصحراء دونك ما يقدرش يجي غير كل 45 يوم يقدر يجي 15 يوم وهذا هو اللي راه ودركه في الضار مع بابا مرته يعني قيمة بابا وخوتي ربي يحفظها إن شاء الله يعطيها لقيد قلبها ولقيد أنيتها الصافية عندي أخويا واحد أخر معي في عنا باحده وولاده يقرأ دونك ما يقدرش يجي غير في الفاكنس وعندي أخويا يسكن قدام بابا في باتنا دونك هذا كوالي يطلع لي هو ومرته ربي يحفظهم إن شاء الله شوفوا هنا حبيباتي بابا جوست ما وصلت لقيته جاي الدرالي راحوا يجري وليه وكين شوفوا يا البنات عباكم هي قطع لي قطع لي قلبي إحنا طالها في الدروج ودمعتي أختي شوفوا هنا كيف تحت مرتخويا الباب فكرتني في ميمتي ربي يرحمها كنت كي نوصل تفتح علي يا الباب كما حكا تستقبلني شوفوا البنات ما نحبش نديلكم روتينات في دارنا بس كما قدرش نديل المونتاج تقدماتي على أختي أعداد منكم كامل هنا كنت دخلت بابا راهو مع الدرالي كما راكم تشوفوا هذي بنت خويا آي لاربي يحفظها إن شاء الله جوست ما وصلت مرتخويا كما راكم تشوفوا كنت حاطت لي القهوة دارت براس قهوة ودارت مسكودة كما راكم تشوفوا كثر خير هاي يعني استقبلتنا أحسن استقبال وهنا راح نجعوب بعض المشتركات اللي ديما نلقى الأسئلة تحهم تتعاود في كل فيديو وفي كل روتين نحطو بابا كيف ما راهم داير هو وخاوتك شوفونا البنات بابا من العجوغ يعني لي طيب واحده يعني ملي كانت ما حيا ربي يرحمها وكانت مريضا يعني ميمتي كان عندها رقلاسة كانت حكمت البلاسة ثلاث شهر وكانت قسرت من رجلها دونك كان هو طيب يعني طيب عادي كان يعاونها ربي يحفظه إن شاء الله ويطور في عمره ويعطيه أصحيحته دونك اي طيب عادي ما عندوش إشكال في رمضان إن شاء الله أكيد ما نشرحها نخليوه دونك رح أتجي لعطلة في رمضان رحا نروح نعقب عندو يامات نداولو كل اسمانة يعقبها واحد اسمانة روح عنا اسمانة أخويا اسمانة أخويا الأخر حتى يعني يفض رمضان لهذا إن شاء الله هنعقبوه كامل مع بعضانا هنا حبيبتي صورتكم هكا مقططفات من العشاء لي كانت وجدته مرتخويا ربي يحفظها شوفوا بابا قاعد يا لبنات ودمعتوا على خدوك نحطوها كسني تفكر ما ربي يرحمها دونك يقعد يبكي يا ربي يرحمها إن شاء الله هو يوسع ليها كانت دارت لنا كما راكم تشوفوا شرباء شخشوخة سلاطة كثر خيرها بنت الناس يعني مهما يكون واحد ما يقدر يسيف على واحد حاجة ما يحبهاش مي بنت الأصل تقعد بنت الأصل هنا تمينا كل بابا أخويا مرتخويا زوج نتاعي وليداتي حطينا لهم في الكوزينات أشينا كل ما بضنا مي كينا حاجة ناقصة شوفوا البنات مالك غير تدخلوا للدار تلقاوها يعني نضيفة ودافية مي تسوحوا فيها هذا كالحزن يعني كينا حزن كينا حاجة كمدغي موحشة الدار يا البنات بابا بعد كي نشوفوا يعني طيح مني النص مقرش من بانهزيني فيه ربي يرحمها إن شاء الله وربي يوسع ليها ويرحم جميع الموتى المسلمين هنا الغدوة من ذاك يا البنات المبعد ما نوضنا كنت ندخلت لها الكوزينات كي ما كنتوا تشوفوا مبادي كانت دوزنت لها الغداء أنا حكمت الكوزينا ومرتخويا كانت حكمت السياق دوزنت لها كوسكسي مرقة بيضان حب هكا كي نروح لدارنا ندير حاجة لبابا لي ما يقدرش يطيبها بسكي هو يقدر يطيب هذي كالعدس اللوبيا الحموص المقارنة هذا الحويج ما يعرفش يطيبهم حاول دي منديلو الحويج لي ما يعرفش يطيبهم دوزنت لها الكوزينا كي ما كنتوا تشوفوا حتى تلاسقصية لولا الطيب هنا كنت تسوهم تلك الكوزينا ومسحت الطابلة يعني لم يتلبهم معاً تلاشا كنا خسناهم يعني ما كانش لم يتغرب معاً الفطور درت مع الفرجي دار كش ما فيه حويج يعني كش ما فيه هم معاً هكا خرجتهم لقيت مرتخويا يعني اللاهي بارك فرز الفرجي دار فرز الدار سيقة يعني خاصل القشياتيها الصحة أخسلت غير لما عنها كتالفطو كش ماكين ما لدوزنت بيهم حاطيتهم يسقطروا هنا البناتاني صورت لكم غير مقطفات بسكي يعني راني نصور غير بيدي ما ديت معاً يا سيبور داعي وحنا كي ما راكم تشوفوا مرتخويا راهي تسيق كي ما قلت لكم انا حكمت الكوزينا والاغدا وهي حكمت السياخ كنا كمنا مع بعضنا سوا سوا يعني هي كمت السياخ انا كنت طفيت على اغدايا وروحنا مع بعض المقبرة زورنا ميمتي يا ربي يرحمها ويرحم جميع الموت المسلمين وكي ما راكم تشوفوا هنا أولادنا راهم دايرين حالة شوفوا بنتها قد معاد يعني آيلة ومعاد قد بعضهم بناتهم ثلاث شهر تقاتلوا يا البنات تقاتلوا يعني وش نقولكم مني وصلت وهو ما في روس بعضهم هذا يضرب في هذا ربي يحفظها من شاء الله وربي يطول في عمرهم ويجعلها من ذرياء الصالحة دونك هنا كملت السياق وبعدك فرشت السالون ويمزينا نقايا لو كان يبقى هي راه هنا تسيق وتقولين نخمم على عمي كنا نروحو كما يصعلو بسكو هي البارح بعدها يعني بجمعي البنات كانت راح تلدارهم وطل عليهم بسكو دي جال كونجيته هما راح يفض ويرجوا للصحراء دونك خرجنا مع بعضنا خلينا للو الدار فارغة وقدت نخمم عني هنا جاو خوتي ربي يحفظهم خوتي يعني البنات قاعدوا زوج مع بابا واحد في عمر 30 سنة والاخر 21 سنة ربي يحفظهم ان شاء الله هنا هاوليكم اغدنا الكسكسي من بعد ما طاب زدنا معه سلطة فلفل وكان هذا هو اغدنا الحمد لله النعمة اللي اعطاها الناربي اللهم ادمها نعمة واحفظها من الزوال وحنا حبيبتي نكون ونصول تنهاية الفيديو دعنا دعنها اليوم يعني نتمنى انها كانت خفيفة رفا على قلوبكم ونتمنى انها نالت اعجابكم وإلى جبتكم حبيبتي ما تنسونيش باذاك الجام والكومونتاغ الحلوكي منتوما لأول مرات زر قناتي نقولك ما تنسيش حبيبتي الضغط على زل الاشتراك وتفعيل زر سلسراكي جديد القناة ما بقى ليغان قولكم ما تنسوش ممتي بالدعاء بالرحمة والمغفرة وما بقى ليغان قولكم دمتم في رعاية الله وحفظيه وسنوني في فيديوات جديدة السلام ترجم الآن ترجمة نانسي قنقر